أهلاً بحضراتكم جميعاً وكل عام وأنتم بخير عام جديد، سنة جديدة، أحلام جديدة، أهداف جديدة، روح جديدة، تفاؤل جديد، أمل جديد لابد أن نؤمن بهذا حتى نستطيع أن نحقق أحلامنا ليكن هذا العام هو عام تحقيق الأهداف العظيمة وعام تحقيق الأحلام الكبيرة احلم وكبر أحلامك، هيتحقق بالتأكيد ما تصبق إليه أؤمن وبقدر إيمانك بقدرتك على تحقيق هذا الحلم سيتحقق خلي أملك أكبر من إمكانياتك وخلي طموحك يليق بعشمك في ربنا سبحانه وتعالى كل سنة طيبين سنة جديدة رب نحقق فيها كل ما نصب إليه أنا ظني وما ظنوكم برب العالمين ظني بالله أنه يتحقق لهذا البلد لهذا الشعب، لهذه الأمة، لهذا الوطن كل خير فليكن عام 2022 عام تحقيق الأهداف الوطنية العظيمة، الكبيرة، العالية، المرتفعة اللي تغير من واقع الناس بحق، تغير من مكانة ومكان مصر بحق هو حد يتخيل أن أحلام للوطن تختلف عن أحلام للإنسان لأن الوطن هو المكون الأساسي في أي أمة، في أي وطن، في أي بنيان، في أي مؤسسة لذلك بقول أنه ليكن عاماً لتحقيق الأحلام الكبيرة وتحقيق وتنفيذ الأهداف الأعظم النهاردة ببدأ مع حضراتكم أول حلقة في العام الجديد عشرين وعشرين وعشرين وأنا سعيد بأنه هذه الفترة هي فترة إنجازات أو فترة عمل أو فترة حصاد لكن لم نقف لحظة للاحتفاء، ولم نقف لحظة للحفاوة، ولم نقف لحظة للاحتفال بأجواء احتفالية ونبدأ في الشعور بالزهو مما أنجز، لا ألم يحدث دائماً ودوماً بنصبه وننظر وننحو إلى الأمام بنروح للأمام بقول إنه السنة الميلادية الجديدة اللي إحنا النهاردة أول يوم فيها من حسن الطالع إن إحنا بنبدأها بهذا الشكل